السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب حبيب قلبي رسالة النهاردة ليكم الرسالة بتقول لو في حد بيعملك مقر او خداع حواليك في الفترة دي ما تزعلش لان ربك اكثر مقرا منهم واسرع الرسالة هنا بتقول لك قل الله اسرع مقرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون شوف الرسالة جايلك حلوة ازاي من سورة يونس جايلك الاية دي عشان تقول لك ان ربنا اسرع اسرع من مكرهم ليك مهما حولوا يعملوا ومهما بزلوا من جهد ومهما تعبوا علشان يوقعوك في حفرة ربنا اسرع منهم طيب ليه لان ربنا بيحبك في اكتر من ان ربنا يحبك ويحفظ لك خطواتك وانت في الشهر الكريم ده ربنا بيحبك وعايز لك انك تبعد عن الاسى والحزن والزعل والهم حان الوقت انك تنقي طاقطك نقي طاقطك عيش حياتك لحظة بلحظة ما تخافش من اي شيء جاي لان كله مكتوب حتى الدعوة اللي انت بتدعيها مكتوبة لك عند الله ربنا بيبعث لك الرسالة دي علشان تطم من قلبك وتقول لك انك هترحل هترحل من المكان اللي انت فيه وهتبعد عن الناس اللي انت عايز تبعد عنهم في قوة خفية هتجذبك لمكان تاني لوضع تاني لحياة تانية انت كنت نفسك تكون فيها وتتعرف عليها على الحياة طبعا خلي بالك لانك في الوقت اللي انت بتسمع في الفيديو ده فيه شيء بيتدبر لك في الغيب ربنا بيدبر لك شيء في الخفاء علشان خطوتك تبقى محسوبة ومدروسة يعني انت حاسس ببطء بان الدعوة بتتأخر عليك ما تخافش ده علشان ساعدتك انت لازم يحصل كده علشان تعرف ايمة الاشياء اللي انت داخل عليها وتعرف برضو ايمة الاشياء اللي انت خسرتها في حياتك حياتك دي ما هي إلا تعليم دروس رحلة روحية بنمشيها لغاية ما نوصل لآخرها بنعيشها لحظة بلحظة بقلمها بتعبها بإرهاقها بفرحها بزعلها كل حاجة بتعيشها في الدنيا هي تعليم درس لك فما تزعلوش حبيبي من تعليم الدروس حتى الارتباط بيكون تعليم دروس لو انت ارتبطت بشخص وطلع مش مناسب لك بتتعلم بتحصل على حكمة انك تتعامل ازاي مع الشخص الآخر انك تعرف قيمة نفسك مع حد تاني انك تعرف تتعامل مع الناس كل حياة بتعيشها كل زواج بتعيشه اذا كان مرة او اتنين او تلاتة لان في منكم هنا متزوج اكتر من مرة عشت اقصى مرة او اتنين او تلاتة عشت حب مرة او اتنين او تلاتة بتقدر قيمة الاشياء حتى لو فقط شخص ما حب وتزوجت من شخص نرجاسي والعكس صحيح بتعرف قيمة الشخص اللي راح منك وبتعرف تقدر قيمة الاشياء اللي حواليك والعكس صحيح لو انت كنت معاشر شخص نرجاسي او صعب الطباع ما قدرتش انك تتعامل معاه وحصل انفصال بتيجي بعد كده تدرس وتفهم وتفكر الف مرة قبل ما ترتبط بشخص اخر ليه؟ علشان تقدر تلاقي الشركة المناسب لحياتك وتقول اللي فات انا كنت صغير فيه لكن دلوقتي انا فهمت وعقلت ووعيد ولازم اختار الاختيار الصحيح لحياتي حتى في طريق العمل والمال الرسالة بتقولك كل اللي انت مريت بيه من طاقة صعبة واحتياج ومثلا ديون او حاجات زي كده مريت بيها كله تأهيل للمرحلة اللي جاية كله تعليم علشان تقدر تحصل على العمل المناسب ليك واللي ربنا هيحطك فيه ومحدش يقول لي طب انا تعبان في العمل ده مش قادر عليه لازم تمر بيه ليه؟ لان ربنا ما بيديش لشخص شيء الا لو كان قده وانت قد المسئولية اللي انت فيها وقد العمل اللي انت فيه ربنا بيدي كل شخص على قد ما جهوده على قد اللي يقدر يبزله وانت تقدر تبزل كتير ويقدر يطلع منك كتير وتقدر تصنع من نفسك كتير فيه حاجة كتمها في قلبك هنا عايز تخرجها مش عارف عايز تنقي تقطك من شيء صعب شيء قديم البعض منكم هنا متعب ومرهق من علاقة سابقة من شخص سابق في حياتك والبعض هنا كان منهج ومتعب من علاقات سحر علاقات سببت السحر يعني مثلا واحدة مزوجة ابنها مرات ابنها عملت لها سحر علاقة تانية زوج مثلا عنده اهل زوج مش طيقين مراته عملوا لهم سحر فيه حد هنا في المحيط شغال كده بس خلي بالكم انتو في رمضان يا جماعة وطاقات السحر بتقل كتير وطاقاتها بتبتق تقدر تشفي نفسك بإذن الله بقرآن ربنا في رمضان من اي سحر فيه منكم هنا تشافى فعلا تشافى فعلا وشال السحر ده تماما وكأنها معجزة من عند الله لك شفيتك من السحر ده والبعض منكم عنده عوارض بسيطة عوارض بسيطة وبإذن الله كل ده هيروح منك بإذن ربنا فيه للبعض منكم هنا يا جماعة نضج انت هنا في البعض منكم نضج نضج بقى فكريا وعقليا وعاطفيا وروحيا فيه هنا أشخاص ابتدت ترى الأمور بشكل مختلف فيه حد ابتدى ينعطف إلى الداخل ويشوف هو إيه هو خلق ليه هو إيه رسالته في الحياة ديه خلي بالكم حبيبي مدام ابتديت وتنعطفوا إلى الداخل وتركزوا على نفسكم قوي كده انتوا في الطريق الصحيح البعض منكم هنا في علاقة إما زواج وأوشك على الانفصال أو حاجة زي كده الزواج ده هنا محتاج فرصة جماعة ادي العلاقة فرصة وطبعا لو كانت علاقة فيها حب وكان مثلا هيحصل ارتباط أو حاجة زي كده العلاقة دي محتاجة فرصة لأن الشخص اللي انتوا بتسأله عليه عايز زواج وتعبان جدا 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 من غيركم يا جماعة الناس اللي في علاقات صعبة هنا محتاج ان انتوا تكونوا معاه في زواج بس طبعا ده يرجع لقراركم انتم لأن هنا ما بيجيش القرار إلا من صاحب القرار رسالة بتقولك انت شخص تستاهل كل خير وده استاهل شخص محب في حياتك لازم تفتح قلبك للشيء اللي انت داخل عليه وإدي طاقة الكون إديها الحب يعني إيه؟ يعني تقول أنا محب لكل شيء في الكون أنا بدي وباستقبل طاقة الحب أعطي وأستقبل طاقة الحب علشان تقدر انك تستقبل وتجي إتقاط الحب الكونية علشان تستقبل الخير اللي جاي لك بإذن الله واللي منكم في علاقة حب حقيقي في رسالة هنا استثنائية بتقول للبعض مش للكل العلاقة دي أو الحب ده مستاهل إنه يتاخد لي خطوة يا إما أنت اللي تاخد الخطوة دي يا شريكك اللي لازم ياخد الخطوة دي لأنكم هنا عندكم إدمان وعندكم مرأبة شديدة وتفكير وإدمان في التفكير في الشخص ده عايزين بس لمجهود شوية حبيبي هنا روحكم تعبانة فبالتالي روحكم هي اللي متقاصلة معي دلوقتي في هنا كمان اتصال روحي من روحكم أنتو حياتك تستحق إنك تاخد خطوة إذا كنت أنت أو الشخص ده هي رسالة موجهة لكم أنتو الاتنين لأن الشخص ده في هالتك حاليا يعني أنت بتفكر فيه بردو دلوقتي اسمح لقلبك وروحك إنهم يعيشوا الشيء اللي أنت معيشتوش حتى لو هتعيشوا في خيالك عيشوا لأن الخيال بيتحول لواقع بعد كده رسالة كمان بتقول للبعض منكم إنكم داخلين على صفر واحتفال وخروج من موقف صعب البعض منكم بيمر بتاقط براء أو أخلاق وحب عالي جدا للآخرين يعني أنت شخص محب أصلا للآخرين ولكن مش شجاع للأسف عندكم أنتو مش قادرين تاخدوا خطوة في شيء معين مش قادرين تشاركوا اللي أنتو بتشعروا بيه مع حد فيه هنا خنقة أنا شعر بيها داخلي يعني أنتو مخنوقين مش قادرين تطلعوا لبواكم دليل أنتو أصلا مش لقيين حد أنتو تحكولوا الشيء اللي تعبكم والشيء اللي أنتو مخبيينه لازم تظهر طاقطك الخفية اللي مكتومة في قلبك دي بس مش ضرور لو أنت مش عايز تظهرها للناس اظهرها على ورق أو ألم فرغ طاقطك فرغوا الطاقة دي يا جامعة لأنكو هنا مكبوتين أنا تعبنة من الصيام لوحدي خالص وضايخة وفي حاجات غريبة حصلة معي وإنتو تعبتوني أكتر بطاقة الخنقة دي حاسة أني قلبي تكتم في حد منكم مش قادر يتنفس من التعب لازم حبيبي تفرغوا الطاقة دي طاقتكم وصلوني حقيقي روحكم بتتألم فرغوها لو حتى هتمسك مخدة وتسرخ في قلبي المخدة دي لو تروح مكان فاضي فارغ بين الناس وتطلع طاقتك دي وتصرخ طلع الطاقة عيّة ابكي بس فرغ طاقتك وإرجع تاني إرجع تاني لما كنت عليه من الرزانة والعقل ولكن أنا قلت لكم من أول الرسالة في حد هنا محتاجي ينقي طاقته حان الوقت لتنقية الطاقة علشان تقدر تستقبل أنا خلصت الرسالة حبيب قلبي ربكم فدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر